لو سألت القضية أو الموضوع أو الملحمة اللي تحب تقدمها النهاردة ملحمة ايه لا يعني انت قدمت قدمت من ده جتلي من باب الشمس ولكن لو النهاردة فيه ام عرضوا عليك صلاح الدين وانت كنت عايز تطلع البوزيتيف والناجيتيف لا ما كنتش عايز عامله ما كنتش عايز تعمله فرح تدخلت لهم الشبال خالص قفلتهم الحقونة الحقونة بالزبط طب ايه القضية النهاردة اليوسي نصر الله يحب نهو يقدمها يعني مؤخرا احنا عايشين عمري ما عملت افلام عن قضايا خالص يعني حتى باب الشمس بالنسباني ما كانش فيلم عن القضية لا ما كان فيلم عن ناس انا بحبوهم يعني وفي جملة كده في الفيلم يعني اللي هي لما بيصحة في اللبناني بيقول بيقول الفريق المصرح ده الي جاي الفرنساوي بيقول له اه اصلا احنا العرب بنموت في القضية الفلسطينية وبنكره الفلسطينيين انا بحب الفلسطينيين يعني انتي باب الشمس باب الشمس من اكتر الحاجات المؤلمة اللي حصلتلي يعني لما عرضته هنا في مصر لما يجيدي واحد صحفي في القط صحفيين انت ليه بتعمل فيلم عن الناس دولة اللي باعوا ارضهم اولا عشان تبيع ارض اللي سنتوا بمالكها ها فمش كل الشعب الفلسطيني كان من ملاك الاراضي وبعدين تعال انتكلم عن الملاك انت النهاردة عندك ها في القدس ناس كتيرة عندهم بيوت قديمة عرب يعني سكنين في بيوت ولما بيجوا يقولونهم في مهاجرين روس لازم تسكنهم عندكم يقولوا لأ ها فيروحوا وحطن لهم ضرائب قد كده ها و ها قضية مش قادرين يدفعوا الضرائب دي كلها فتتاخد منهم البيوت بس اسمها باعة ها عشان يسددوا الدين ها يجبروهم على بيع معظم الأراضي اللي انت بتقول باعوا أرضهم ومش عارف ايه باعت بالطريقة دي ها من من العشرينات والتلاتينات فيعني دي حاجات مؤذية يعني انك وفي نفس الوقت دولة أكتر ناس لأيهم بيصرخوا ها القضية الفلسطينية القضية التعنى في العروبة ومش عارف ايه بتاعه حبيبي فكر في الفلسطينيين الفلسطينة في سوق العشنين ها يعني دولة دولة اه اللي ما سابوش أرضهم بزا فيعني ده فما تيجي تقوليلي قضية ما قضياش ومش عارف ايه قضية سهلة قوي تلعبي بيه لنما صعب جدا تلعبي مع بنياني لو رجع بيك الوقت التاني رغم كل الهجوم ده على باب الشمس كنت هتعمله ما كانش فيه هجوم كان فيه حب انا بقولك الحتت اللي كانت مؤزية اه بس كلا بس انا فاكرة فعلا لما تعرض تعرض بالاسئلة كتير اه من من ابو معرفش مين وابو ايه لما عرضنا الفيلم في مخيم شاتيلة ها لقيتهم بلمين كده بالنسبة ليه في ايه لا احنا الفلسطينيين ما بنبسش كده لا ما بنبسش فقالت له اخسارة يعني فاتكه كتير يعني ده انا من اكتر الحاجات اللي حبيتها في الفيلم ده كمان انك كنت تقد ايه مراعي ان رغم كل الظروف دي ان العلاقات الحميمية لما بين الناس كانت مهمة العلاقات الحب اللي بينهم كانت مهمة يعني في ظل كل الدوشة اللي بتحصل والحروب وضرب النوع ان ده مهم يعني انت انت حطيت ايدك على حاجات ما اصلك انت لو جردتي لو جردتي البني آدم الفلسطيني كان او اي جنسية او في اي حتة فيها كارسة او السوري من نهاردة او الناس اللي عادة متحجرة دي في كل حتة في العالم لو جردتيها من من ابسط حاجة ان في ناس بيحبهم وهم بيحبوا ناس يعني ان لو شلتي ده ولو شلتي الموتف ده اللي هي ان انا ليه بعمل ده كله ليه بهرب بعيلتي او ليه بهرب عشان نلحق عيلتي في حتة لانه بحبهم انت يا لي اذا شلتي ده تم خلاص هموت احسن وبعد الشر لانت هتعمل مش انت وانا عارف هم بس يعني لا بالعكس ده احلى حاجة يعني انا العلاقات دي رغم ياي مشاهد كانت مشاهد معمولة حلوة بشكل والتصوير كله 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 انا الفيلم ده بحبه 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 بحب افلامك كلها بس ده بحبه قوي ايوا كده اه اوكي بحب افلامك كلها وبحب المدينة جدا بسمة لا لا بحبهم كلهم وصريقات صيفية لا 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 ومرسيدس ده ده حكاية ده حكاية ده فيلم اه اما قلت مارسيدس افتكرت اي دلوقتي يا استاذ يسري اه افتكرت افتكرت ازاي الفيلم ده لما اتعرض هنا في مصر الناس قعدت تقول ايه الفيلم المنحل ده ايه الفيلم المعقرب ده وبتاعه ازاي النهاردة الشباب لما بيتفرج عليه بيقولوا ايه الفيلم الكوميدي ده وكوميدي بمعنى حقيقي يعني انهم بيتحكوا بيتحكوا من قلبهم وافتكرت ازاي يقول لك اياميها مش مرفوم ودلوقتي يقول لك انت تنبأت وانا اياميها عمري ما تنبأت لأي حاجة في ثقافتنا انك انت الحاضر بالنسبة لك مش مهم او مش قادرة تشوفيه ومش عايزة تشوفيه انت بتفكري في الماضي الجميل العصر الزهبي ومش عارف ايه او بترجعي حتى لبدايات الفراعنة ولا الاسلام فجر الاسلام ولا معرفش ايه بتعقق او شايفة مستقبل بتحلامي بي انما الحاضر كأنه ملوش ايما لا الحاضر في كل حاجة في الماضي وفي الحقيق يعني ايه وفي المستقبل وفي كل بصي له عايشيه اه ومش بقولها عشان يعني ايه ما تخلكش يائي مش عايشيه لان جغير كده اه اه ما تقبيش عايشة يعني باري سيمبلي